اليوم سادت أجواء خريفية لطيفة في أغلب المناطق أيضاً كانت صحب على ارتفاعات مختلفة أيضاً خلال فترات مختلفة كان في تساقط لزخات خفيفة من الأمطار في عدة مدن في المملكة الآن في العاصمة عمان كما نشاهد هناك غيوم ولكن غيوم متفرقة 19 درجة مئوية هي درجة الحرارة المسجلة وأيضاً الملموسة الرطوبة 64% سرعة الرياح 7 كم في الساعة وهذه الرياح شمالية شرقية تبقى هذه السحب المتفرقة في سماء المملكة كما نشاهد أجواء باردة بشكل نسبي لهذه الليلة أيضاً يبقى احتمال بسيط لأن تشهد بعض لتساقط زخات من الأمطار تتراجع درجات الحرارة التي تستقر في العاصمة عمان كدرجة حرارة الدنيا 13 درجة مئوية بالنسبة ليوم الغد أيضاً يبقى احتمال لتساقط أمطار متفرقة في مناطق مختلفة كما نشاهد من المملكة هو فقط احتمال وعلى الأخص ستكون في المناطق الجنوبية وأيضاً الشرقية أحياناً يرافقها حدوث الرعد وأيضاً البرق بالنسبة لدرجات الحرارة هي في الحقيقة حول المعدلات السنوية أو دونها بقليل في العاصمة عمان ترتفع لتسجل تقريباً 23 درجة مئوية استعراض سريع لدرجات الحرارة مكان الدنيا لهذه الليلة أو العظمى اليوم الغد المفرق 9 إلى 24 في إربد 24 راس مونيف 19 وأيضاً احتمال لتساقط زخات محلية خفيفة من الأمطار الزرقاء 25 في جرش 25 عجلون 12 إلى 23 درجة مئوية وأيضاً احتمال لتساقط أمطار متفرقة صوالح 20 أصل 23 في الفحيص 23 درجة مئوية غرب عمان 20 شرق عمان 23 درعاً لا ترتفع إلى 31 درجة مئوية البحر الميت هذه الليلة 25 غداً تصل إلى 30 درجة مئوية مادبة 23 منطقة المطار من 7 إلى 24 درجة مئوية أجواء باردة هناك في الليل وادي الموجب 26 الكرك 19 الطفيلة 18 كما قلنا في المناطق الجنوبية أيضاً هناك احتمال لتساقط أمطار متفرقة البتراء 19 9 إلى 19 في معان الليلة في العقبة 19 غداً ترتفع إلى 29 درجة مئوية وادي رام 23 الجفر من 13 إلى 21 الأزرق من 13 إلى 25 واحتمال لأن تشهد أيضاً تساقط لأمطار متفرقة 24 في الصفاوي 10 إلى 23 فيرويشد وأيضاً احتمال لتساقط زخات من الأمطار حالة التقص درجات الحرارة أيضاً خلال اليومين القادمين في العاصمة عمان طبعاً هذه الليلة تبقى الأجواء باردة بشكل نسبي غداً إن شاء الله حول المعدلات السنوية أو أقل بقليل يبقى احتمال غداً فرصة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار على الأخص في المناطق الجنوبية والشرقية إن شاء الله يوم الاثنين وأيضاً يوم الثلاثاء طبعاً تتراجع تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي اللي أثرت على المملكة خلال الفترة القادمة وإن شاء الله تشهد الأجواء مزيد من الاستقرار بشكل عام هي أجواء خريفية لطيفة أشكر حسن المتابعة والعودة إلى الأخبار